وفاة إبراهيم رئيسي ما بتأثر عن تظام الحكم بإيران بشكل مباشر بس تأثيره على مدى الأبعد هيكون زيادة الطابع الأمن والمخابرات للنظام بمرحلة مبعد خامنئي والسبب أنه رئيسي كان أحد أبرز المرشحين لخلافة المرشد علي خامنئي لتجاوز عمره حالياً لـ 85 سنة أما المرشح الثاني فشخصية بيعرفوها الإيرانيين منيح ابن المرشد الحالي مشتبة خامنئي لتعززت فرصه بعد وفاة رئيسي خصوصاً بعد ما أبعدت تدريجياً المكائد السابقة داخل النظام أو الوفيات الطبيعية كل المنافسين الباقيين اللي بينتموا لجيل الثورة الأول مين هو مشتبة خامنئي؟ مشتبة رجل ظل بعيد عن الإعلام ما بيحمل مناصب وألقاب رسمية بس اسمه معروف شعبياً بوصفه أحد أهم الأشخاص النافذين داخل مكتب المرشد إذا مش أهمهم على الإطلاق درجة أن وزارة الخزن الأمريكية اعتبرت بال2019 أنه صار عم يمارس بعض مهام المرشد نفسه تتمثل قوة مشتبة خامنئي الأساسية بنفوزه الكبير داخل الحرس الثورة وخصوصاً جهاز مخابرات الحرس لأشرف حتى أسيسه مشتبة وتبرعت الحوزة العلمية بمدينة كوم لأعطاء مشتبة الردبة الدينية اللي بيحتاجها للوصول لمنصب المرشد قبل أقل من سنتين مع أنه ما تفرغ للتقدم بدراسته بالحوزة بحكم انشغاله بشؤون الحكم وصول مشتبة لمنصب المرشد بيعني شغلتان أولاً أعطاء طابع وراسة لمنصب المرشد يعني توريط الولاية بدل ولاية الفقه وتانياً مشتبة شخصية مخابرتية غير شعبية من خارج صفوف جيل الثورة الأول هذا غير عن سمعته المرتبطة بكثير من قصص سوء الإدارة والفساد داخل النظام بالنتيجة رح يعتمد مشتبة على الذراع الأمنية بالنظام لتعزيز سلطته والحفاظ عليها طبيعة النظام نفسه رح تتغير إذا تطبقها السيناريو